مسؤول بالدولة قاعد وراء الميز وبس يصدر أوامر علي أن ينزل للساحة علي أن يشتغل بضمير علي أن يوجه ناس الموجودين اللي يعملون الأذر عمالته كافي بعد الجلوس على الكراسي اليوم علينا أنه نقوم بثورة أصلاحية حقيقية فعلية أنه نقدم خدمة لجماهرنا للمواطن العراقي يستحق وهذه فرصة بصراحة من خلال قناتكم المؤقرة يجب أن يتعامل كل من أجل خدمة المواطنين العراقيين اليوم من 2003 ولا حتى هذه اللحظة أي تطور ماكو نحس نفسه أنه نرجع لي وراء وهذا يعني بصراحة ما حاصل بأي دولة يمكن الدولة الوحيدة بالعراق اللي هو ماضيها أحسن من مستقبلها وأحسن من حاضرها مستقبلنا مجهول وحاضرنا يرثى له السبب منه صيادة النائب السبب الحكومات الموجودة والأشخاص اللي موجودين يجوز رح يزعلون علي بعض الناس اليوم أنا أحس يعني في كثير من الدواء للأسف للأسف الشخص الغير مناسب بالمكان الغير مناسب سواء كان رجل أم امرأة ولهذا اليوم على قياداتنا السياسية سواء كانت اليوم أو غد أو أي فرصة علينا أن نخلي ناس كفاءات وأنا متأكدة لأن أنا بتهذا المجتمع أعرف هناك كفاءات في كل الأحزاب وفي كل الكيانات السياسية يا أخوان عليكم أن تختارون كفاءاتكم اللي تعتمدون عليه لا تجيبونا شخص بس أنه يسلم الأوامر ويأخذها لا علينا أن يكون شخص قيادة في كل مكان اليوم الوحدة بقايتها ليس شرط بالقوات المسلحة والقوات الأمية لا في كل دائرة سواء كانت الدائرة صغيرة أم كبيرة مؤسسة أو وزارة فاليوم الشخص يجب أن يكون قيادة بمعنى الكلمة ما يخالف أنه يساعد الجهة اللي ينتمي لها بطريقة وأخرى يفيد ناسها بس يا أخي عليها أن يترك بصمة مدارسنا اليوم اللي نداون بها كلها تم تأسيسها وبنائها في السنوات السابقة ستينات وسبعينات وثمانينات والآن مدارس واقفة على رجلها المدارس اللي تم بنائها بعد الألفين وثلاثة ما كملت لها سنة سنتين ووقعت معناها شنو؟ إذن الدائبني اللي هي أنه اليوم يستسلم هذا المشروع مو رأسا مباشرة للجهة المعنية من جهة إلى جهة إلى يوصل الثالث واحد وأكيد راح تكون رداءة النوعية بالبناء وبكافة المحتويات اللي يقومها وبالتالي تشوفين مدرسة لا تصلح أن تكون مدرسة لأبنانا ولهذا تلقين ممكن المرمر واقع السقوف الثانوية واقعة من يؤتمن اليوم؟ سيادة النائب من يؤتمن اليوم؟ إذا نتكلم عن بغداد لازم تكون هناك لازم تكون هناك العراق نعم اسمحيني عزيزتي اليوم أنا أشوف أنه هو الفيصل مو فقط بس بالجهات الحكومية والجهات الكل يجب أن يكون إحنا فقدنا المواطنة للأسف يعني اليوم حتى مواطننا يعني الكل سواء كان بالدائرة أو بغير الدائرة يجب علينا أن يحب بلدنا يجب علينا أن نحب العراق يجب أن يكون مواطنين صالحين يعني صحيح لمعدي